الثاني لمعانا النهاردة سائل بيقول لماذا القرآن الكريم غير مرتب والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعلم كل شيء عنه ونقلته ودرسته وتعلم أماك النزول الآيات فلماذا لم يرتب من قال لك هذا لقد أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات في الصورة الواحدة بتوقيف من النبي عسى تسام يعني إيه بتوقيف يعني بوحي من الله مش اكتهد من الصحابة ونقل الكلام ده أكتر من واحد منهم الإمام الزركشي في البرهان وأبو جعفر النحاس لما قال ترتيب الآيات في صورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم يعني بوحي على النبي عيسى والسلام وأمر النبي عيسى والسلام من غير خلاف في هذا بين المسلمين بأي ده ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الصورة ذات العدد يعني اللي آياتها كتير فكان إذا يعني أنزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا إذا هناك صور وكل صورة مميزة عن الأخر فضعوا باقة الآيات دي فالنبي بيجيب اللي بيكتبوا ويأكد عليهم يكتبوا الآيات ويضعوها في الأماكن المحددة التي حددها صلى الله عليه وسلم بناء على الوحيد كما أن قراءته صلى الله عليه وسلم للصور المختلفة يعني بمشهد من الصحابة على هذا الترتيب بين الآيات في صورها ده بيدل على أن ترتيب آياتها توقيفي يعني بوحي وليس باجتهاد من الصحابة وأكيد وبلا شك ما كان الصحابة رضي الله عنهم ليرتبوا ترتيبا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأوا أو يقرئوا على خلافه فقد أبلغ ذلك يعني أو بلغ ذلك مبلغ التواطر في النقل ما ينفعش الصحابة حيخلفوا النبي عيسى والسلام وبالنسبة بقى لترتيب الصور على ما هي عليه في المصاحف الآن أو كما هو موجود بين إيدينا دلوقتي كان أيضا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عن الإمام الكرماني أنه قال ترتيب الصور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده من وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين سيدنا جبريل كان بينزل للنبي عيسى والسلام في كل رمضان يعارضه القرآن يراجع مع النبي الكم اللي وصل إليه إلى السنة التي توفي فيها حضرة رسول الله عيسى والسلام راجعه أو عارضه القرآن مرتين طيب أكيد ده لحمة واحدة في هذا الموجود في اللوح المحفوظ على ما هو موجود في اللوح المحفوظ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بترتيب الآيات داخل الصورة الواحدة وكذلك بترتيب الصور حاجة بسيطة أوي نهايات الآيات كلها في أواخر الصور تلاقيها مش ساكنة تلاقيها مشكولة فتحة ضمة كسرة حسب الموقع الإعرابي التاح لأنك لو جت تقرأ القرآن مبني على الصلة توصله على طول هتاخد نهاية أي صورة هتاخد آخر كلمة فيها آخر حرف فيها تلاقيه مشكول عشان هي مبني على الصلة موصولة نهاية الصورة تستفتح بيها الصورة اللي بعدها فهذا الترتيب بوحي ولا يمكن قول غير ذلك هذا الترتيب بوحي من الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في أدلة كتير من الأدلة على ذلك اللي أخرجه البخاري فيه صحيح يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فعبد الله بن مسعود بيقول إيه وبيقول الترتيب ده مما تعلمه قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطاهة والأنبياء هن يعني هذه الصور تلك الصور هن من العتاق الأول وهن من تلادي يعني إيه من العتاق الأول يعني من قديم ما نزل وقوله وهن من تلادي أي من قديم ما قرأت وحفظت طب هو لما قال الترتيب ده وبيضرب أنه مثال بهذه عايز يوصل معنا فلما جاء عرض الترتيب ده عرضوا بالترتيب اللي بين إيدينا إذن هذا الترتيب كان موجود في زمن النبوة ومعلوم وهو توقيف ترتيب الآيات داخل الصورة وترتيب الصور بهذا الترتيب في المصحف توقيف وفق ما هو موجود في اللوحة المحفوظ وما علمه جبريل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما عرضوا كمان يعني العرض اللي كان بيعرضها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل كل سنة كان بيعرض عليه ما كان يجتمع عنده منه كل سنة كل سنة وبعدين في السنة اللي توفي فيها يعني راجع معه القرآن مرتين والحقيقة هذا الفه المنضبط بأن ترتيب الصور توقيفي أي بوحي من الله وليس باجتهد من الصحابة قال به الكثير من أهل العلم لوضوح الأدلة على ذلك منهم الحافظ بن حجر والإمام السيوطي وغيرهم وهو مرتضاه كذلك جمع من المعاصرين كالعلامة محمد مخلوف العدوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في كتابه في علوم القرآن هنستأذن حضراتكم نطلع هذا الفاصل وبعد الفاصل نستكمل الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى وتيسيري